ببادرة من فريق في جامعة أوروبا الوسطى في العاصمة المجرية بوداباس تم بعث مشروع يبحث طرق إعادة إعمار مدينة حلب السورية التي دمرتها الحرب باحثان يعملان على هذا المشروع هما سوريان وقد أطلق صفحة على الويب لإستطلاع مزيد من الأرى وجمع مزيد من الأفكار ويقول الحكام شعار وهو أحد عناصر الفريق الغاية هي تشريك الحلبيين حتى يركزوا على عملنا ومن لهم أفكار قيمة فأولئك نعتمد عليهم ويحتاجون إلى الخوض في المشروع وأملوا أن نتعاون وبحسب استطلاع أجري في ألمانيا فأن معظم اللاجئين السوريين يأملون في العودة إلى سوريا آمنة دون بشار الأسد ولكن العائخة الأكبر هو الحرب التي ينبغي أن تتوقف